مرحبا بكم أصدقائي ما ترجمت إيلان مسلسل الأسيرة وكما شاهدنا في بداية الإيلان كان الدكتور أو الممرض يحاول أن ينقل سرير أرهون إلى غرفة هيرا وكانت هيرا تقول وهي تسأل ذاك الممرض وقالت له هل سيأتي مريض آخر ثم دخل أرهون وكان يقول المستشفى مزتحم جدا وإضطرنا لكي نحضر سرير آخر إلى غرفتك وبعدها كانت هيرا سعيدة وتفتسم وتقول أنا لا أستطيع أن أصدق واقترب منها التعلوم أرهون وكان يقولها لم أستطع الصبر أكثر من ذلك بينما وعدتكي أن نقضي ليلتنا كلها معا ولا أستطيع أن تمر بدونك وبعد ذلك شاهدنا إيفا كانت تتحدث مع برهون في الهاتف وكانت تقول أندري يا برهون أنا لا أستطيع أن أخاطر بحياة أرهون وكانت عفيفة تصرف السمع ثم تفاجأت إيفا وبعدها كانت عفيفة تقول كنت أنت من البداية وقالت لها إيفا ماذا تقولين أنت وبعدها قالت لها عفيفة إخرسي وبعد ذلك شاهدنا برهون تدخل إلى المستشفى لكي تحاول التخلص من هيرا وبعد ذلك شاهدنا أرهون كان يقول هيرا فكرت أن نأكل الحلوى ونحن نشاهد ثم قالت له هيرا لكنك لا تشاهد يعني كان أرهون فقط يشاهد هيرا وبعدها قال أرهون الفيلم الرومانسي الأجمل الذي أريده فهو أمامي وكان هذا هو الإعلان بالفضل منكم لا تنسى تجهي بلايك وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر